نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول شاركت دكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة وعدد من المسؤولين الحكوميين ضمن وفد مملكة البحرين المشارك في منتدى القوقاز للاستثمار الفين واربعة وعشرين والذي عقد برعاية فخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية بمشاركة اكثر من ثلاثة الاف شخص من اكثر من ثلاثين دولة لمناقشة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في منطقة القوقاز كما اشار العلوي الى اهمية تعزيز التبادل الاستثماري والتعاون الاقتصادي في القطاعات الواعدة لا سيما في القطاع الصناعي بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة الفين واثنين وعشرين الفين وستة وعشرين لمملكة البحرين والتي تستهدف صناعات الادوية والاغذية واشباه المواصلات والطاقة المتجددة والصناعات التحولية في الالمينيوم والبتروكيمويات واشار الى اهمية تبادل الخبرات والمعارف وترسيخ ثقافة البحث والتطوير والابتكار الصناعي قال الخبير المصرفي ورئيس مجلس ادارة جمعية مصارف البحرين السيد عدنان احمد يوسف انه من المتوقع ان تشهد البنوك البحرينية والخليجية والعربية اجمالا نموا جيدا في الارباح والموجودات والقروض خلال عام الفين واربعة وعشرين وذلك لسببين هما بقاء سعر الفائدة دون تغيير خلافا لكثير من التوقعات والنمو التمويلات والقروض واعرب يوسف مجددا عن توقعه بان سعر الفائدة لن ينخفض لا في الفترة المتبقية من الفين واربعة وعشرين ولا حتى في بداية الفين وخمسة وعشرين وقال ان هذه واحدة من النتائج التي اعطت كل البنوك الخليجية والبحرينية ارباحا جيدة في الربع الاول لعام الفين واربعة وعشرين والان نترككم مع اداء الاسواق المالية الخليجية افادت شركة مايكروسوفت بان الخلل التقني العالمي كان نتجا عن تحديث برمجي اجرته شركة كراود سترايك للامن السبراني مما اثر على اكثر من ثمانية ملايين جهاز يعمل بنظام التشغيل ويندوز واكدت مايكروسوفت ان شركة كراود سترايك تعمل على تطوير حل شامل يمكن تطبيقه على نطاق اوسع مما سيساهم في تسريع عملية الاصلاح للبنية التحتية لمايكروسوفت مضيفة انها تتعاون مع امازون ويب سيرفزز وجوجل كلاود بلاتفورم لتطوير اساليب اكثر فعالية لمعالجة هذه المشكلة وحول هذا الموضوع ينضم معي عبر سكايب الدكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي مرحبا بك دكتور وفي البداية كيف رأيت هذه الحادثة وما هي الاسباب الرئيسية لها طبعا في البداية يجب علينا ننظر ان تحويل الانظمة من الشركات العاملة في قطاع السياحة والشحن على مدار السنوات الماضية تحولت من الانظمة تتواجد عندهم الى انظمة خارجية او شركات اخرى مثلنا فيتير وسيفر غيرهم ان يحتفظون بالانظمة ويكونون شركات تشغيلية ومن ثم ايضا الشركات المتخصصة حولت المبيعات والبيانات الى الحوسبة السحابية تبعا لمايكروسوفت وامازون وغيرهم وايضا بالنسبة للامن السبراني شركات الحوسبة استعانت بالكراوز وغيرهم من الشركات لذلك نشوف تكثير من النقاط والشركات ما بينهم زادت احتمالية الخروقات او العطل الفني ولذلك شهدنا ان العطل صار يوم الجمعة الماضية كانت تأثير كبير على كل هالشركات اللي كانوا مواخذين اماز او مايكروسوفت كحوسبة السحابية لهم لتخزين البيانات نعم دكتور ما هي ابرز التأثيرات والتابعات لهذه الحادثة طبعا ننظر اليوم اول شي في مطالبات كبيرة على تعويض بالاضرار الناجمة عن الخسائر ويمكن الجهة الاكبر التي تتحمل مسؤوليهم شركات التأمين لان في العقود بين الشركات وبين كراود سترايكس وغيرهم شروط جزائية يعني بسيطة جدا لكن اذا ننظر الى المطارات او الشركات الطيران اللي كانوا يستخدمونها كان لتأثير على المطار لان الانظمة المتواجدة في المطارات العالمية هي لا تتحمل البيانات والحوسبة السحابية انما الشركات الطيران لهم انظمة خاصة مع شركات اخرى ولذلك كل تأخير في اي مطار لا تأثير على استقبال ايضا في مطارات اخرى ومن ثم اقلاع الطيران من الجهات اخرى طبعا كل هالأشياء لا تأثير في مستقبل تحديث البرمجيات على مستوى كراود سترايك او مايكروسوف ويجب عليهم الدقة في ذلك ومحاسبة في تطوير الانظمة وايضا وجود بدائل في حالات الفشل او العطل المهم لحدث قبلك اليوم تاكيد الدكتور جاسم حج المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك